اشتركوا في القناة يا بشارم الشيخ من دكتور ياسر محجوب مدير قطاع اعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة سبعة الخير على حضرك يا فندم نورنا في سبعة الخير يا مصر سبعة الخير أهلا بحضرك خلينا نعرف السيدة المشاهدين من خلال حضرتك ايه هي منظومة المخلفات الجديدة وايه الجديد فيها مع مؤتمر مناخ اللي سيتم تنظيمه ان شاء الله في مديد شارم الشيخ اوائل شهر 11 القادم كل انظار العالم بتتجه لمديد شارم الشيخ وده الهدف الدولة المصرية كل الخدمات اللي هيتم تأديتها في شارم الشيخ هيتم تأديتها بصورة زكية بداية من منظومة المخلفات حتى اي منظومة منظومة المواصلات وخلافه منظومة زكية يعني ايه منظومة زكية تبدأ من مرحلة الجمع مرحلة النظافة في الشارع حتى اخر مرحلة المنظومة دي كان هدف من امنها ان احنا نجيب قطاع خاص عالمي قطاع خاص لدرايا داخل المدد الزكية سواء خارج مصر او داخل مصر انه يبقى قادر على تنفيذ المنظومة وده البروت كل تم توقيع وبالامس بين الاربع وزارات وزارة المالية وزارة التنمية المحلية وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء عشان يتم تنفيذ العقد اللي هيتم توقيعه بين محافظة جنوب سيناء وبين القطاع الخاص اللي تم توقيع ابرام العقد بالامس المنظومة دي لها كافة المراحل بداية من منظومة الجامع منظومة الجامعة تشجع لعملية الفصل أن فيه مخلفات عضوية ومخلفات أخرى بلاستيك وكارتون منظومة النظافة بالشارع مختلفة منظومة المعالجة والتدوير مختلفة في مدينة شرم الشيخ عشان تبقى مدينة زكية في كافة المنظومة إتساقا مع المكالمة السابقة سأقولت لي فيه منظومة فرز طبعا وفيه مخلفات طعام صالح للاستخدام وفيه مخلفة طعام غير صالح للاستخدام برأيك ما هي الوسيلة الأفضل في ظل إحصائية ربما قالتها الفاون 60% من طعام العالم يتم هدره يعني أنا النهاردة لو عندي فنادق مثلا في شرم الشيخ أكيد فيها هدر طعام أنا بشوفه بعناي بيتم إعدامه وليه ما يتعملش باكنج ويبقى فيه فالنتيرز أو متطوعين يخدوه ويروحوا على مناطق أخرى ما فيش آلية لده ده فيش آلية طبعا إحنا عندنا في ظل القانون الجديد عندنا قانون بالوقت لإدارة المخلفات داخل جمهورية مصر عربية هو القانون 22-20 القانون ده فيه سياسات معينة السياسات دي بتنظم العملية دي العملية دي هي أولا الحد من توالد المخلفات عادة استخدامها مرة أخرى عادة تدويرها آخر مرحلة مرحلة التخلص الأمين هو التسلسل التدريجي لإدارة المخلفات في مصر هو الحد أولا من توالد المخلفات تاني مرحلة إعادة استخدامها واللي ممكن زي ما هارجوا تتكلم فيها أن أنا ممكن أعيد توزيع المخلفات دي الصالحة للاستخدام للمناطق اللي هارجوا تتكلم عليها مش المخلفات الطعام بس مخلفات الأخرى بتاع التعباة والتخليف أعيد استخدامها في نفس الغرض المخصص ليه بعد كده المرحلة الأخرى هي مرحلة إعادة تدوير آخر مرحلة إحنا بنلجأ لها هي مرحلة التخلص الأمن أو الدفن داخل المدفن الصحية فدي كل الأمور دي تم تنظمها يعني معقولة أدفع فلوس عشان أدفن أكل بايز وأنا عندي واحد جعان معقولة؟ أنا راضي زمت حضرتك لا لا طبعا أنا برضح لحضرتك ده مش ده في ظل قانون يعني القانون أن أنا أولا بحد من توالد المخلفات تاني مرحلة إذا ما شرحت لحضرتك بعد استخدامها أو ممكن أو أزعها للمناطق اللي محتاجة ثالث مرحلة هي مرحلة قاعدة تدوير لو المخلفات دي لا تصلح لعملية الأدفن الاستخدام بعد كده آخر مرحلة هي مرحلة التخلص الأمن أو الدفن داخل المدفن فدي السياسة وده اللي القانون تم وضعه داخل جمهورية مصر العربية وده ده الأساس اللي احنا بنمشي على أساسه وده الأساس اللي هنشتغل عليه في مدينة شرم الشيخ والمدن الأخرى المماثلة مش فنادق مدينة شرم الشيخ بس كل الفنادق داخل جمهورية مصر العربية وده السياسة والمنظومة اللي الدولة بتتبنيها زي ما حضرتك شرحت احنا فيه كمية هادر كبيرة للطعام وده ده الجزء اللي بنسميه المخالفات العضوية المخالفات العضوية دي لما بتختلط مع المخالفات الأخرى البلاسيك والكارتون بيصعب عادة تدويرها بيصعب عادة تدويرها فبناء عليه احنا بننظم العملية دي عشان يبقى فيه فصل سليم للمخالفات بداية من أول مرحلة القطاع الخاص اللي نازل زي ما شرحت لحضرتك ممكن أقاطع حضرتك يا دكتور ياسر راحنا نتكلم عن الفارز لأن دي أول مرحلة ودي أهم مرحلة المرحلة دي بتتم ازاي يعني من خلال مين من خلال الشخص او الجهة ان كان فندق او مطعم او 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 اللي بيرمي المخالفات ولا بتتم من خلال هذه المنظومة بتتم ازاي طيب هاشرح لحضرتك ببساطة كده قطاع الخاص اللي نازل باخل مدينة شرم الشيخ قطاع الخاص هيتعامل مع منشآت سياحية هيتعامل مع قطاع سكني هيتعامل مع قطاع توجير بداية المنظومة هي عملية التوعية هيبدأ بعملية التوعية للمنشآت السياحية للمنشآت التوجيرية لقطاع السكني هيتم توزيع حويات مخصصة لجمع المخالفات العضوية والمخالفات الأخرى بحيث يتم جمعها بطريقة سليمة بحيث أن يتم الفصل المخالفات داخل المنشآة ما هي المخالفات العضوية؟ المخالفات العضوية اللي هراجب تتكلم عنها هي المخالفات الطعام نحن نحفظ المخلفات العضوية ألية لحفظ هذه المخلفات تبقى عربيات مثلا على سبيل المثال مباردة أننا أقدر أخذ منها هذا الأكل بدل ما أسميها مخلفات عضوية أسميها بواقي أكل صالح للاستخدام وتفهر بقى مثلا بطاطس عليها كاتشاب طبق بتاع اللي هو في المطعم الأوبين بوفي حاجات عليها بس في حد يا فندم ألف الأمن الغذائي في العالم كله في كل عواصم صنع القرار هو رقم واحد أنا مش بجيب حاجة من عندي بتقول إن في أزمة غذائية وبتقول إن في شح مياه وبتقول إن في جفاف أمطار وفي 60% الفو بيروح في الزبالة طبعا حرام لا لا طبعا زي ما حاجة بتتكلم بس أنا بتكلم على الشك المخلفات الناتجة عن عملية الطعام الناتج يعني مش المخلفات الطعام نفسه عملية الطبخ في مخلفات الناتجة عن عملية الطعام نفس المنشآت أو الوحدات السكنية دي دي لي بتكلم عليها لكن الأكل الصالح أنا شرحنا خلاص إن ده الأكل الصالح هيتم حفزه زي ما قلت الحرارات في أماكن مكيفة ويقادي التوزيع على المناطق فيه استراتيجيال ده طبعا مع منظمة الغذاء في منظمة داخل جمهورية مساء عربية صدرت بموجب قانون أخير بتننصك مع كافة المنشآت بحيث إن يتم التقليل من هدر الطعام ده وممكن عادي التوزيع مرة أخرى للمناطق الأكثر احتياجا الطعام الصالح للاستخدام وليس لطعام الأخرى فده منظمة بتشتغل مع كل المنشآت على أساس الجزء طيب دكتور ياسر برضو هنرجع تاين المراحل اللي حضرتك ذكرتها المرحلة القبل الأخيرة في فكرة إعادة تدوير إعادة تدوير ده هيكون من خلال إيه إيه آلية إعادة تدوير هيكون من خلال مصانع هيكون من خلال إيه يعني هيتم التصرف فيه إزاي طيب إحنا عندنا دلوقتي في جمهورية مصر العربية كذا تكنولوجيا لعادة تدوير المخلفات فيه تكنولوجيا معالجة بيولوجية ميكانيكية معالجة بيولوجية ميكانيكية دي اللي بنانتج منها سماد عضو للأراضي الزراعية أو بلاستيك أو كرتون أو وقود صالح للاستخدام في مصانع أسمنت وقود مشتاق أو وقود بديل داخل مصانع أسمنت دي أول نوع من المعالجة فيه معالجة أخرى احنا بدأنا نلجأ لها هي معالجة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات وبدأنا مع القطاع الخاص أهلنا 27 شركة بحيث أنها تنتشر في 27 محافظة لعمالية معالجة المخلفات فإحنا نشغالين في أي تكنولوجيا بيتم طبقها عالمياً وبتنجح بنتطبقها داخل جميلة مصر العربية وبنستعين بيها دي عملية التدوير أو عملية المعالجة بعد عملية التدوير أو المعالجة فيه مخلفات غير صالحة لعملية المعالجة أو التدوير أو النتجة على عملية التدوير المتبقي من المرفوضات لازم يبقى عندي مدافع صحية مدافع صحية دي وفق الاشتراطات معينة بيتم دفن فيها المرفوضات الغير صالحة لعملية التدوير دي آخر مرحلة زي ما وضحت لحضراتكم مدينة شارم الشيخ إن شاء الله احنا هنبدأ فيها تنفيذ منظومة جديدة ومنظومة حديثة لإقدارة المخلفات من أول مرحلة لآخر مرحلة بدأنا اقتال خاص للنازل بدأ بعملية تواية وعلى الأرض دلوقتي مع كل المنشآت سواء منشآت سياحية أو سكنية أو تجارية هل فيه يعني جوائز تحفزية للمنشآت الأكثر التزاما هل فيه نقط زي ما حرك وضحت في الأول القطاع الخاص للنازل ده مش هيتعامل في المخلفات النوع واحد من أنواع المخلفات هو عنده مراكز لعدل استخدام زيوت الطهي كمان موجودة داخل الأماكن العامة أماكن لاستبدال تشأله الموضوع ده خطر برضو يا فاند هي لازم تبقى شركة متخصصة وليست شركة تحت السلم شركة متخصصة لعملية جامعة زيوت الطهي بحيث أنها توجهها للمصانع الخاصة مع المعالجة مخلف زيوت الطهي وليس لمصانع أخرى تحت بير السلم فده الهدف أن أنا أسلم المخلفات دي لشركة واخد موافقات من وزارة البيئة ووزارة الصناع أنها إزاي تجمع المخلفات دي وإزاي تعالجها أو تتخلص منها بطريقة كويسة فده اللي على أساسه أيضا الشركة الأخرى هو الشركة المخلفات الأخرى اللي حراجوا تتكلم فيه النقط أو الجواز هي هتوزع داخل مدينة شرم الشيخ مكان لاستبدال الأزاز البلاستيك أو الأزاز البيئتي بحافظ أخرى ممكن بالهايبر أو مصور الماركت أو خلافه ده هتنتشر داخل مدينة شرم الشيخ أيضا الشركة النازلة هتوزع ملاكز طيب الوطنين أه طبعا فيها تبقى ملاكز موجودة داخل مدينة شرم الشيخ لكياس الأزاز البلاستيك البيئتي أزاز الميا هتتحط في المكان دي هتطلع حوافظ رسيد أي أن كان الألية اللي الشركة هتتفق عليها داخل مدينة شرم الشيخ أيضا هيبقى فيه مركز للتدوير داخل مدينة شرم الشيخ مخصصة لمخلفات البلاستيك مخلفات الكرتون وخلافه حيث أنها تشجع المواطنين عن عملية على التدوير وعملية الفصل داخل الشرق كمان مش داخل الوحدة السكنية وخلافه كل الحوايات اللي هتنتشر قدام الفيلل وقدام المناطق السكنية وحتى مناطق التغزين داخل الفنادق هي وفق الاشتراطات معينة تم مراجعتها مع وزارة البيئة حتى أماكن تغزين وخلافات زحراك شرحت هتبقى أماكن مكيفة عشان لو فيه طعام صالح للاستخدام الجزئة دي هتم تعميمها على فنادق شرم الشيخ وإن شاء الله هنبدأ مرحلية وإن شرم الشيخ وبحيث أنها تظهر بالشكل اللائق داخل مؤتمر المناطق إن شاء الله طيب إفندي هذه المنظومة الحقيقة بكل مراحلها هي استثمار ضخم جدا طبعا وبتتطلب عمالة كبيرة مش بسيطة كانمنا عن التفاصيل دي نقطة مهمة جدا طيب زي ما وضحت الحقيقة قطاع الخاصة للنازل ده هو مش الفكرة لو بصنا الفكرة من منظور صغير هو منظومة أن الشركة جاية بتجمع مخلفات وبتنظف الشرع بس لا الشركة اللي جاة دي الشركة دي عندها خبرة دولية مش عايز أقول له حرارتك رأس المالي الشركة دي خارج مصر قد دي لا بيفوق كل 2 مليار دولار هي الشركة العالمية هي دلوقتي شركة مصرية وشغالة في العاصمة الإدارية وهي تحارف مع جهة سيادية داخل جمهورية مصر العربية وشغالة في العاصمة الإدارية وحاليا هتشتغل في مدينة شرم الشيخ حجم العمالة المدربة والقادرة على تنفيذ المنظومة بدأوا أنهم دلوقتي عينوا العمالة وبيضربوها على أعلى مستوى حجم المعدات كلها صديقة للبيئة مش معدات الإمشان بتاعها والمبعاسات بتاعها عليها كل المعدات اللي هيتم استخدامها في منظومة النظافة داخل مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة آليات المتابعة والرقابة داخل الشركة بدأة من داخل الشركة مش من عندنا احنا هما بيرقبوا نفسهم العامل وبيرقبوا المنظومة وبيرقبوا مؤشر أداء الشرع عشان يحققوا مستوى يليك بالمواطن ويليك بمدينة شرم الشيخ فده ملخص المنظومة المنظومة كبيرة جدا العقد اللي تم توقيعه وابرامه وعقد فيه كمية ملاحق وكمية اشتراطات تم رعاعتها مع وزارة البيئة والجهة المعانية بحيث ان يتم تنفيذ منظومة ليس منظومة محلية منظومة عالمية داخل مدينة شرم الشيخ بحيث ان يتم تعميمها ممكن واحد تفرج ان لو تقولك يا عم انتو هتعملوا عشان مؤتمر المنط ومعرف ايه ومش هتتطبق في بقى المحافظة هل عندنا خطة أو استراتيجية لنقل تجربة إدارة المخالفات دي في كل المحافظات مصرية وخصوصا المحافظات الأكثر انتاجا المخالفات طيب احنا عندنا دخل احنا عندنا دلوقتي جهاز لتنظيم إدارة المخالفات داخل روزارة البيئة الجهاز ده دوره هو المنظم والمخاطط المراكب هو اللي بيحط الستاندر والاشتراطات لمنظومة إدارة المخالفات داخل كل المحافظات عندنا دلوقتي اشتراطات لمحافظات الدلتا واشتراطات لمحافظات السعيد واشتراطات لمحافظات الوجه البحري وخلافه الشراطات دي بتتناسب مع طبيعة كل محافظة وطبيعة المخلفات المتولدة عن كل محافظة يمكن السواحد بتطلب خدمة خاصة عشان خدمة الشواطئ وخلافه المخلفات الناتجة عن السعيد غير المخلفات الناتجة عن الدلتا غير المخلفات الناتجة عن الكهارة الكبرى احنا وضعنا الشراطات دي من خلال وزارة البيئة وبنعممها على كل المحافظات بحيث ان يتم طرح على القطاع الخاص بما يتناسب مع كل منطقة زي ما قلتنا حرارتك لا إحنا بنعملش كده عشان مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ لأوريدين ديفا احنا بنقولش مدينة شرم الشيخ بس إحنا بنضع بنعملها نموذج نموذج زي ما عمل أبور سعيد في التأمين الصحي بنعمل شرم الشيخ إنه تم تعميم المنظومة دي على باقي المدن أي فدي دي جزئية اللي حبنا نوضعها للمشاهد احنا مش عشان مدينة شرم الشيخ هيتم تنفيذ فيها المؤتمر لا احنا هنعمم المنظومة دي ان شاء الله في باقي المدن وعندنا منظومات اخرى بدأت بالفعل احنا بنحاول نحسنها سواء داخل الكهارة الكبرى او سواء محافظات السويس او بورس عيد بنبدأ نعممها ونحسنها الدولة شغالة في البنية التحتية الخاصة منظومة التحتية المخالفات من حوالي سنة سواء عشرين محافظة من انشاء مصانع وانشاء مدافع صحية ومعدات لعملية الجامعة والنق الشق الاخر هو شق عملية التشغيل ونحن نبدأ نطرح البنية التحتية اللي تم تنفيذ دي على القطاع الخاص بحيث المواطن يحس باختلاف على الأرض وده الجزئية المهمة اللي المواطن ممكن ما يكونش حساسها دلوقتي لكن مع عملية التشغيل وانزول القطاع الخاص اللي احنا بدأنا نشجع وبدأنا نأهل القطاع الخاص قادر على ادارة تشغيل المنظومة ان شاء الله المواطن يحس التدريجية بتنفيذ منظومة محترمة لإدارة المخالفة طيب فانو حدرك اشرت خلال حديثك للعاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية الجديدة يكون فيها التخلص عن طريق شبكات أو أنفاق تحت الأرض ممكن تكلمنا عن هذه الألية طيب عرضتك دور العاصمة الادارية فيها كذا منطقة الحال الحكومي هو عملية تخلص المخالفات داخل شوتنج داخل الأحياء الحكومية وستم استقبال المخالفات داخل حويات مش مرئية للمواطن وبيتم جمع المناطق السكنية داخل العاصمة الادارية كل حويات تحت الأرض ده الدزاين اللي تم تصميمه على أساسه منطقة العاصمة الادارية الشركة اللي نزلة بدأت دلوقتي بالعمل داخل الحياة الحكومية لأن نسا المنظومة ما كتملتش داخل المواطن السكنية وإحنا بنرصد المنظومة ومؤشر أداء الشركة عشان نقدر نستعين بها داخل مدينة شرم الشيخ عملنا تقرير بعمل الشركة داخل الحياة الحكومية ووجدنا أن الشركة دي قادرة أنها تنفذ منظومة مسلحة داخل مدينة شرم الشيخ عشان كده تم الاستعانة بها أنها تنفذ منظومة مسلحة داخل مدينة شرم الشيخ والشركة دي هي شركة مصرية مؤسسة تبقى لقانون الاستثمار هنا كل القيادات بتاعتها مصريين كل العمالة اللي شجالة فيها مصريين من الشركة الجنبية يا حال يعني إحنا قدام اختبار حقيقي من العالم في قصة الإدارة المصرية لملف المناخ بالطبع شرم الشيخ بتتزين وتتأهب لاستقبال هذه القمة العالمية اللي حيكون فيها عدد كبير جدا من قادة العالم بنادئها بتتجاهز شوارعها بتتجاهز حتى مخلفتها ليها إدارة ونظام خاص كلمنا عنه الدكتور ياسر محجوب مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة اللي نورنا النهاردة في السوديو صباح الخير شكرا جزيلا شكرا